احيى جمعية السيلفيوم للتصوير الفوتوغرافي غير الربحية بمدينة شحات اليوم العالمية للتصوير والذي يصادف التاسع عشر من غصدس بحضور عدد من هوات التصوير الفوتوغرافي من عديد المدن ويعتبر التصوير هواية تجذب العديد من تركيبات المجتمع في كل المدن ففي كل عام يلتقي هوات التصوير بالمنطقة الشرقية وخاصة بشحات والتي تتميز بمظهرها لاعتبار الصورة خير من ألف كلمة ولما تحمله من أهمية في نقل وظهر الحقائق حيث تهدف هذه الجمعية للتعريف بتاريخ الأثار وتأسيسها والمراحل التاريخية التي مرت بها بحسب تاريخ تأسيس الحضارات التي تعاقبت عليها لتمكين المصورين من التعريف بها بحسب ما تم التقاطه من صور سواء للسياح الليبيين أو لمتابعتهم عبر صفحات التواصل الاجتماعي ويعتبر ذلك للرفع من ثقافة المجتمع عبر كاميرات الهوا والمحترفين ويذكر أن الجمعية ضمت خمسة عشر متسبا جديدا شاركوا في أحياء اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي اشتركوا في القناة